اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على النبي الكريم احييكم مشاهدي الكرام تحية طيبة مباركة مع حلقة اخرى من حلقات البرنامج السيرة النبوية وقضايا الامة نرحب بكم ابتداءا وبحضور هؤلاء المشايخ الكرام الشيخ علي الصلابي الشيخ علي القرداغي الشيخ محمد الحسن الددو والشيخ فضل مراد وأقول لكم بصدق وبصراحة نحن في هذا المجلس يفيد بعضنا بعضا إفادات وإضافات ما شاء الله من هذه السيرة العطرة ومن هذا الدين العظيم ومن هذه الأمة المباركة التي هي أحوج ما تكون إلى سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم فضلا عن السنة الصحيحة والقرآن المجيد وفي هذا اللقاء نتحدث عن مقاصد الشريعة في السيرة السيرة كما قلنا في حلقات سابقة هي حياة النبي صلى الله عليه وسلم بأفعالها وحوادثها بما صدر منه وبما صدر مجموعة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وتفاصيل هذا كثيرة وذكرت في الحلقة الماضية والتي قبلها هذه السيرة في المدينة هي شطر السيرة بالنسبة إلى مكة المكرمة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كما هو معروف أقام المؤاخاه بين المهاجرين والأنصار أي أقام الرابطة الإيمانية بين المسلمين مهاجرين وأنصارا وأيضا بناء الدولة ووضع صحيفة المدينة وأحدث السوق وكلف من يدير هذا السوق ومن يشرف عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم أقوالا وفعل أفعالا في هذه المدينة فيما يعرف بمرحلة المدينة ففي هذه المدينة أيضا يمكن أن تحدث عن وضع ثاني للأمة بعد الوضع الأول في مكة لأن الأمة الإسلامية بدأت مع بدايات الإسلام الأولى في الفترة المكية بيموجب إسلام أول من أسلم من الرجال والنساء ثم الذين أسلموا بعد ذلك ثم إن فكرة الأمة في السيرة فكرة أصيلة أساسية انطلقت من مكة كما قلت لكم وانطلقت كذلك وتأسست على القرآن العظيم والقرآن احتفى بهذه الأمة في آيات كثيرة من ذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطة وفي هذه الآية الكريمة إشارة إلى مقصد الوسطية فأي أمة وسط كذلك جاء في القرآن الكريم كنتم خير أمة إشارة إلى خيرية الأمة لتكونوا شهداء على الناس وهو باقي الآية من سورة البقرة الشهادة على الناس وهذه الشهادة والوسطية والخيرية كلها تمثل مقاصد هذه الأمة من جهة اجتماعها وانتظامها على هذا الأساس الوسطي وسورة كما يقال من لطائف التفسير أن هذه الآية رقم 143 وسورة البقرة كلها هي 286 فهناك إشارة خفيفة على كل مستأنسوا بها وهي إشارة العدد وسطية العدد وسطية الرقم وسطية المبنى وهذا يشير إلى الوسطية في المعنى وإلى آخره من هذه المعالم والموجهات والإفادات التي استخلصناها من القرآن الكريم ومن السنة النبوية المهم أن الأمة الإسلامية فكرة أصيلة تحولت إلى حقيقة أصيلة ثبتت بآياتها وأحاديثها وأيضا هي مراد الله عز وجل في هذا الوجود الإنساني وهي منهج النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وسيرته صلى الله عليه وسلم فيها كانت سيرة من نوع خاص ليست كما كانت في مكة في مكة كانت المرحلة بالأساس مرحلة كما يقال مرحلة عقيدة بناء الإيمان بناء المفاهيم الكبرى للكون والإنسان والطبيعة والحيوان كانت مرحلة في تأسيس الفريق الأول أو الجمع الأول الذي سينهض بأمر هذه الرسالة وكانت تعنى بالتهيئة لمرحلة المدينة ومرحلة المدينة هي مرحلة جديدة من حيث قيام الدولة وكذلك إقامة السوق وإحداث العلاقات الداخلية تنظيم هذه العلاقات على مستوى المسلمين فيما يعرف بالأخوة الإيمانية المؤاخاه بين المسلمين بين المهاجين والأنصار وكذلك ما يعرف بالرابطة داخل المدينة بين المكونين لهذه الدولة الناشئة ومعروف أن دولة المدينة بالإضافة إلى المسلمين فيها اليهود وفيها المشركون وفيها الأعراب وفيها عموم الناس وهذا مثل هذه الوحدة الترابية بوحدة إنسانية يمكن أن نسميها وحدة مواطنية على أساس الانتماء إلى هذه الدولة مع الحفاظ على هوية هذه الأمة وعلى مرجعيتها الإسلامية إذن مقاصد الشريعة في المدينة هي مقاصد الأحكام هي مقاصد السياسات وتنظيم الدولة مقاصد أشبه ما تكون بمقاصد الدستور الذي ينظم الدولة ينظم علاقات الحاكب المحكوم علاقات المواطنين أو المسلمين أو المنتسبين لهذه المدينة بعضهم ببعض ولذلك في دستور المدينة مثلا نتحدث عن العلاقة التعاقدية بين المكوينين جميعا لهذه الدولة ونتحدث كذلك عن حرمة الإنسان وكرامته ونتحدث كذلك عن جميع الحقوق الاقتصادية والحقوق الاجتماعية والحقوق الأسرية وحقوق حتى الذين ليس لهم نفس الانتماء الديني من اليهود والمشركين وكل هذا الأمر أنما مثلته مقاصد السيرة ونحن معنيون بأن نلتفت إلى مقاصد السيرة كما نلتفت إلى مقاصد السنة كما نلتفت إلى مقاصد القرآن ومجموع هذه المقاصد هي أو هو مقاصد الإسلام الحنيف ضمن بيانات للعلماء مقاصد تخص الأسرة مقاصد تخص الدولة مقاصد في المدينة مقاصد في مكة وما أحوجنا اليوم إلى أن نقرأ البعد المقاصدية في السيرة كما نقرأ البعد الفقهي والبعد الأخلاقي والبعد الحديثي في رواية في إسناد بعد الشعر الأدب النصر إلى أخير كل ذلك أنما هو بهذا المستوى العالي من هذه السيرة هذه الباقة في هذه الحلقة بحضور المشيخ الكرام هذا تقديم أساس في هذه الحلقة وإخواننا ومشيخنا سيلتفتون إلى هذه المقدمة من زوايا أخرى كثيرة وهذه الزوايا زاوية لفضيلة الشيخ علي الصلابي ممكن أسألك سؤالا شيخ ولا تعلق كما ترى حسب راحتك يعني تمكن الله لنستفيد منك فضيلة الشيخ أنا سؤالي اليوم لفضيلة الشيخ علي صلابي شيخنا كيف نوائم بين عقيدة الأمة الإسلامية وتشريعاتها المعاصرة ضمن السيرة في المدينة ومقاصد السيرة في المدينة وفقه الأمة وحقيقة الأمة كيف نوائم بين هذه العقيدة الإسلامية والشريعة الإسلامية في مكة والمدينة والتشريعات المعاصرة بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله طبعا من مقاصد دولة المدينة هي دولة الحرية هي دولة المساواة هي دولة حقوق الإنسان هي دولة العدل هي دولة الكرامة الإنسانية هي دولة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هذه من مقاصد الدولة في المدينة وبالتالي التشريعات الحالية يفترض أنها تهتم بالقضايا التي لها علاقة بالحرية لا يكراع في الدين تنطلق وهذه التشريعات تنسجم مع روح القرآن لأن الحرية مقصد من مقاصد القرآن الكريم ومقصد من وظائف الدولة حماية حريات الناس ولهذا حتى الفتوحات الإسلامية التي قامت لم تفرض الإسلام على الناس وإنما أزحت الدول الاستبدادية والدكتورية المتمثلة في الامبراطورية الفارسية والامبراطورية الرومانية وتركت الناس تختار دين الله سبحانه وتعالى والدليل على ذلك لا زالوا النصارى موجودين إلى يومنا هذا في مصر وفي بلاد الشام وبالتالي مقصد من مقاصد العقيدة الإسلامية والدولة الإسلامية والدين الله سبحانه وتعالى الحريات فبالتالي التشريعات تنسجم مع روح القرآن الكريم فيما يتعلق بالحريات فيما يتعلق بالمساواة يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَرَائِلًا لِتَعَارَفُوا إِنَّا كَرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ فمفهوم المساواة والتشريعات التي تخدم هذا المفهوم وإن كان هناك تباينة الآراء في فهم المساواة فيما يتعلق بالمال العام في التوزيع على المواطنين ففي زعاد سيدنا أبو بكر رضي الله عنه رضاه ساوى بين المهاجرين وبين الذين أسلموا من بعد الفتح وبين عامة الناس سيدنا عمر قال لا لا أساوي بين من كان له صبق في الإسلام وله عطاء وله بذل وإن كان في آخر عمر كان لو قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لرجعت لقول أبي بكر رضي الله عنه رضاه التشريعات أيضا لها علاقة بروح العدل لأن الفكرة المركزية في التشريعات الإسلامية قائمة على العدل وعلى الحكمة وعلى المصلحة فأي تشريع يخالف روح العدل يفترض يبتعد عنه وبالتالي هذه تكون موجهات في التشريعات العامة في الكرامة الإنسانية ولقد كرمنا بني آدم أيضا كيف تحفظ الكرامة الإنسانية طبعا القرآن الكريم لما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة وبنى الدولة كانت الذاكرة الذاكرة النبي والصحابة رضو الله عليهم هناك دول في التاريخ ذكرها الله سبحانه وتعالى دولة ذو القرنين كانت في القرآن المكي دولة داود عليه السلام كانت في القرآن المكي دولة سليمان كانت في القرآن المكي دولة أصيلة في القرآن في الآيات القرآنية أعطت التشريعات الإنسانية في الدولة الربانية الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآته الزكاء وأمروا بمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور فلما انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فكانت تجارب الأمم الناجحة في إقامة الدولة والعدل والمساواة والانسجام بين العقيدة وبين التشريعات كانت حاضرة وبالتالي الربط من خلال القيم في التشريعات كما بينا وعلى يمين الشيخ علي الشيخ علي السؤال الشيخ سؤالنا هو شيخ فيما يعرف بالأقليات الإسلامية في بلاد الغرب الوجود الإسلامي في بلاد الغرب الأقليات أو الجاليات على خلاف هذا الاستلاح في مجامع الفقه يعني كيف يمكن لمن يعيش في الغرب من المسلمين رجالاً ونساء أو على مستوى الأسرة أو على مستوى الجمعية أو المركز الإسلامي كيف يمكن أن نوائم بين الوجود الإسلامي في الغرب وبين الأمة الإسلامية في عقيدتها وشريعتها بسم الله الرحمن الرحيم إذا تسمح لي قبل هذا السؤال أن أربط السيرة حقيقة بما ذكره القرآن الكريم من أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هو قدوة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة هذه الأسوة تشمل كل جوانب حياة الرسول صلى الله عليه وسلم بما فيها السيرة وطبعا سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل لاستكمال الرسائل السماوية تماما والاكمال هذه الرسائل لقد قال اليوم أكملت لكم دينكم وكمال الدين من جانبه التشريعي لا يخفى على الجميع من خلال الأحكام والقواعد والمبادئ العامة التي تستطيع أن تنظم الجزئيات في ضوء هذه القواعد الكلية بدلالاتها ومفاهيمها ولكن أيضا في جانبها العملي ليس لساء رسول صلى الله عليه وسلم بس للجانب النظري استكمال أمة تلتزم بهذه التشريعات تطبق هذه الشريعة التي يريدها الله سبحانه وتعالى هذه الشريعة هي التي تحقق الأمرين الاستخلاف يعني تحقق صلاح الإنسان وإصلاحه في الداخل وكذلك صلاح الكون وعمرانه والتمكن من هذه الأرض بما يحقق الخيرية لهذه الأمة وكذلك منفعة الناس فهذه الأشياء حقيقة من أهم مقاصد الشريعة وما أهم مقاصد السيرة تحقيق الجانب النظري وتنزيل هذه الوقايع لأنه سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في غالبها تمثل هذا البعد الاستخلافي بالإضافة إلى البعد الديني استخلاف وهو تحقيق الحضارة والحضارة كما حضرتك أشرت إليه لا يمكن أن تتحقق إلا بثلاثة عناصر أساسية الإنسان وليس بفرد واحد مجموع الإنسان والأرض وربط هذا الإنسان بالأرض وربط هذه الأرض بهذا الإنسان وطبعا الإنسان أراد أن يربط الإنسان بهذه الأرض أو يربط الأرض بهذه كلها لتحقيق رضاء الله سبحانه وتعالى وتحقيق العمران لله سبحانه وتعالى بالنسبة للأقلية إجابة على سؤالكم ليس هناك هذه الشريعة واسعة سبحان الله وأنا مع إخواني في مجلس الأوروبي وقبل ذلك حوالي تقريبا ثلاثين سنة ما عانينا مشكلة حقيقة داخل الأقلية المسلمة في كل الجوانب أولا لا يخفى على الجميع أنا في نظري أن سيدنا يوسف هو قدوة للمسلمين وبخاصة للأقلية المسلمة في كل مراحل حياتي حتى من حيث الشهوات التي تعرض لها سيدنا يوسف كما يتعرض إخواننا هناك شبهات في العقيدة شبهات في الجنس شبهات في كل شيء تعرض لها سيدنا يوسف لكنه صبر وكذلك في بقائه وصبره وكذلك في أنه قدم الخدمات الجليلة لشعب مصر وهم لم يكونوا مسلمين كذلك المسلمون اليوم حتى أيضا هذه السيرة النبوية في هذا الجانب حبشة الذين ذهبوا إلى الهجرة الأولى أقلية مسلمة في ظل دولة ظاهريا يعني طبعا حتى ولو كان أسلم نجاشي لم يعلم به الصحابة ولم يعلن إسلامه وبتالي ظلت أقلية المسلمة في داخل وبتالي وجود أقلية مسلمة ليس غريبا في هذه السيرة حتى وفي كتاب الله وسنة رسوله شكرا صلى الله عليه على هذه الإضافة والآن مع فضيلة الشيخ محمد الحسن أنا عندي سؤال تسمح لي شيخ عندي سؤال جراء العرف العلمي لدى الباحثين وطلاب العلم أن مكة هي فترة عقيدة وأن المدينة فترة شريعة فهل يوجد هل توجد في المكة شريعة أو أحكام شرعية وهل توجد أحكام عقيدة في المدينة يعني بالصورة العكسية بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأصلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين حصل التكامل بين العهد المكي والعهد المدني عقيدة وشريعة ففي مكة أنزل الله تعالى عددا من الأحكام منها أحكام الذبائح وأحكام الصلاة والطهارة وكذلك بعض أحكام الأسرة وأحكام الهجرة وفي المدينة كذلك نزل كثير مما هو مجدد في الاعتقاد ومنه نزول السور أصلم لأن الله قال وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون كلما ازداد عدد ما تؤمن به ازداد إيمانه كذلك زيادة الإيمان ثلاثة أقسام زيادة الإيمان بزيادة أفراده ما تؤمن به وزيادة الإيمان بزيادة اليقين وزيادة الإيمان بزيادة العمل فهي ثلاثة أقسام فكذلك ازداد الإيمان وتعلموا كثيرا من العقائد الجديدة مثلا عقيد عذاب القبر ما كانت عائشة تتعرفها في المدينة حتى تقول دخل علي عجزان من عجز اليهود فذكرت عذاب القبر فكذبتهما ولم أنا نصدقهما لما خرجتها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال إن أصحاب القبور يعذبون في قبورهم قال عائدا بالله من عذاب القبر ثم لم أسأل بعد ويسمعه هو يستعيذ بالله من عذاب القبر أما ما يتعلق بالمقصد التفصيلي المقصد نحن في مقاصد الشريعة في الصيرة فالله سبحانه وتعالى قسم حياة الرسول صلى الله عليه وسلم هذه القسمة العجيبة في العهد المكي 13 سنة تربوية تربى الناس فيها على الإيمان والالتزام والانتظام والصبر والمصابرة قل للذين آمنوا ويغفروا للذين لا أرجون أيام الله ليجز يقوم بما كانوا يكسبون ف13 سنة تربوية جاءت ب13 قرن من عمر الأمة حتى سقطت الخلافة العثمانية بعد 13 قرن في العهد المدني عشر سنوات وأشهر قليلة ثلاثة أشهر تقريبا هذه المدة أيضا كانت لترصيخ أمور أخرى فيأخذ حالات المسلم المسلم إما أن يعيش في حال المذلة والضعف فينطبق عليه ما كان في العهد المكي أو أن يعيش في حال القوة وتمام النعمة فينطبق عليه ما كان في حالة المدينة وكل ذلك من مقاصد الشرعي في هذه القسمة كذلك من مقاصد الشرعي الواضحة في هذه القسمة قضية تعويض المسلمين على إثار الدين على غيره فالصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم هاجروا من مكة وهم يحبونها وتركوا ديارهم وأموالهم لله سبحانه وتعالى فكان ذلك إرشادا لكل المؤمنين في كل زمان بإثار الدين على الدنيا والذين بقوا ولم يهاجروا حصل لهم ما بينه الله بسورة النساء إن الذين توفاهوا الملائكة ظالمين أو أفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك ما وهم جهنم وساءت مصيرا كذلك من هذه المقاصد العجيبة أن العهد المكي كان بداية التحول فيحتاج به إلى بعض الظروف الاستهنائية كان التكليف في البداية قبل الهجرة يشمل البالغين وغير البالغين وبعد الهجرة أو عند غزوة أحد اختصت الأحكام بالبالغين فقط كانت في مرحلة انتقالية في العهد المكي كانت الصور كثير منها قصيرة وكانت الآيات في أغلبها قصيرة كذلك بخلاف العهد المدني فمكة نزل فيها 82 سورة والمدينة نزل فيها 20 سورة و12 سورة فيها خلاف هل تكرر نزولها أم لا فكان فيها هذا التباين أنهم قد عرفوا كيف يحفظون القرآن وكيف يستعبونه ويفهمونه فجاء القرآن المدني يختلف عن القرآن المكي مارك الله فيك وضيئة الشيخ أكتور فضل دقيقتين كاملتا بالنسبة إلى السؤال لدكتور فضل لماذا لا يوجد مقرر في الجامعات بعنوان فقه الأمة مثل فقه المعاملات فقه الأسرة فقه العبادات فضل يمكن أن نجيب عن هذا السؤال من ثلاثة اتجاهات الاتجاه الأول هو ما يقوله علماء اجتماع الفلاسفة من أن هناك مشكلات أربع للأجيال والأمم هذه المشكلات هي المناهج واحد فيقولون المنهج هو الذي يشكل الجيل مستقبل الأمم وهو المشكل الثاني وهو المسجد والخطاب الديني ولذلك انظر إلى مقصد الشرع في صلاة الجمعة كيف أن الله سبحانه وتعالى يجمع الناس وكيف أن الشريعة شرعت أمورا معينة في خطبة الجمعة يأتيك الصالح والطالح ويأتيك المداوم على الصلاة وغير المداوم على الصلاة يغتسلون ويتطيبون ويقتربون وينصتون وأنت تلقي لهم خمسين موعظة في العام الواحد كأنك أمام جهة تغييرية وتشكيلة تشكل الرأي خلال أسبوع الثالث قالوا الأسرة الأسرة هي المشكل الرابع للأمم وكذلك الرابع الإعلام فالمناهج هو شيء هام جدا فوضع هذا المقترح الجميل الذي تفضلت به وهو فقه الأمة هو من النظر التجديد ونحتاج إلى نظر تجديد في تجديد الأبواب الفقهية من ثلاث اتجاهات من الاتجاه الإخراج للتراث ومن الاتجاه الثاني وهو أن نعيد كتابتها بما يوافق لغة العصر الثالث أن نخترع أبوابا تأصيلية تنزيلية تناسب الواقع منها في القناة شكرا لك دكتور فضل في ختام الحلقة نجدد لكم الشكر وخلاصتها التكامل كما قال الشيخ علي التكامل بين الإنسان والعمران أو بين الرذوان والعمران الشيخ علي صليبي قال الدولة والمجتمع والإنسان الشيخ ددو تكامل العهدين عقيدة والشريعة والشيخ فضل تكامل المجالات الأربعة والأدوار الأربعة فكل هذا يؤكد تكامل هاتين المرحلتين أو هذين العهدين في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم على أمل يقائدكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى السلام عليكم اشتركوا في القناة ويق 03 وهذه مجاليس من حيلب الأدي فأنصد تفوذ بالهدى والرشادي تعالى لسيرةي Danaki khairi العبادي لهدي قويم لأكمل هدي